على بعد 12 كيلومتر من مدينة كاربلاء القديمة يقف معمل الواحة لإنتاج العلاف الخاصة بالدواج الذي يعد واحدا من أكبر المعامل في المنطقة وأحد العلامات المضيئة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي إلى جانب تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد معمل العلاف الواحة ومن معامل الرائد في عمل العلاف الدواج اللاحم اللي هو البلت ما يسمى البلت وهذا المعامل ينتج العلاف البلت بثلاث مراحل مرحلة أولى والثانية والثالثة وهذا يعتبر على عمر الدواجن المرحلة الأولى هي في بداية تكوين الدجاج أو الدواجن المرحلة الثانية هي مرحلة النمو للدواجن والثالثة هي ما قبل البيع تاج موزع في من وسط وجنوب العراق طاقة إنتاجية كبيرة يوفرها المعامل تصل إلى 30 طنا في الساعة الوحدة ينتج مادة ذات جودة عالية مطابقة للمواصفات المعتمدة عالميا ويقدمها المستفيدين بأسعار متعومة ويعتمد على آلية عمل تحت أنظمة الحاسوب ويحتوي على مختبرا لسيطرة النوعية مجهز بتقنيات حديثة تقوم فحص المنتجات الداخلة والخارجة من المعمل يتركز عمل السيطرة النوعية على فحص المواد الأولية القادمة لنا من مختلف المناشئة العالمية ومدى مطابقتها للمقياسات العالمية بحدث الأجهزة التي تكون أمريكية المنشأ بعدها تدخل للمعمل أنت موافقة بها تدخل للمعمل وكذلك تكوين العلاق أو هي الخلطات الخاصة بالأعلاف عبر برنامج حاسوب حديث يتحدث سنويا مع الشركة المصنعة الأياد العراقية حقق الشعار صنع في العراق بإنتاج أعلاف الدواج من خلال معمل الواحة المختص بهذا المجال والتابع لعتبة العباسية المقدسة التي عملت على دعم التصنيع والإنتاج المحل ذي الجودة إسهاما منها في الرقي بالثروة الوطنية